من خلال ما تقدم في الحلقات الماضية وإلى هذه الحلقة أردت الكثير من الأمثلة الواضحة ومن الحقائق البينة هذه عبر آيات الكتاب الكريم وعبر أحاديثهم التي فسرت قرآنهم أو شرحت لنا قواعد وأصول المنطق النوري أعتقد أنكم وأنا معكم أيضا لو تدبرنا في هذه النصوص من الآيات ومن الأحاديث لو تدبرنا فيها لوجدنا أن أئمتنا يريدون منا أن نثقف أنفسنا بهذه الثقافة وأن ننشئ حياتنا الفكرية وحياتنا الدينية وفقا لهذا التصور النوري تلاحظون أن المقاييس في قرآنهم وفي حديثهم لا تعتمد أساسا على قواعد المنطق الترابي الذي نحتاجه في حياتنا الترابية نحن لا ننكر قواعد المنطق الترابي الصحيحة التي نحتاجها في حياتنا الترابية الذي ننكره أن نطبق قواعد المنطق الترابي على عقائدنا مثل ما فعلت السقيفة بني ساعدة لأنهم بدو لأنهم أعراب ودين الأعراب دين كفر ونفاق دين جهل وجهالة وجاهلية السقيفة بني طوسي ركضوا وراءهم فجاءونا بدين أعرابي إذا دققنا في الثقافة الدينية في المؤسسة الدينية الشيعية ملامح الثقافة الأعرابية واضحة فيها لأنهم أسسوا دينهم وعقائدهم على قواعد المنطق الترابي الذي نستعمله في مساحة حياتنا الترابية أما في مساحة علاقتنا مع محمد وآل محمد التي هي ديننا ولا يوجد دين هو غير ذلك الدين في الولاية التي هي علاقتنا بمحمد وآل محمد عموما وبإمام زماننا الحجة بن الحسن خصوصا هذا هو الدين الدين الولاية الولاية العلاقة بإمام زماننا العلاقة تعني العقيدة بإمام زماننا وتعني الخدمة له هذا هو الدين ولا يوجد شيء آخر فهذا الدين يجب أن يصانى وأن يحفظ ضمن ضوابطي وقواعدي المنطق النوري أما حياتنا الترابية فتلك تكون خاضعة لأجل تمشيتها وتسييرها وتدبيرها تكون خاضعة لقواعد المنطق الترابي الأمور هكذا تسير وهذا هو الذي يتحدث عنه أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أننا نتعامل مع الدنيا كأننا نعيش فيها أبدا وفقا لقواعد المنطق الترابي هذا المنطق الترابي حينما نتعامل مع الدنيا وكأننا نعيش فيها أبدا ونتعامل مع الآخرة وكأننا سننتقل إليها غدا سننتقل إليها في أي لحظة من اللحظات اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا هذا هو العمل بالمنطق الترابي في المساحة الصحيحة والعمل بالمنطق النوري في المساحة الصحيحة نحن لا نرفض المنطق الترابي أساسا نحن نقبله ولكننا نقبله في مساحته مثل ما نعتقد بالمنطق النوري في مساحته أيضا وتلك هي الحكمة وما الحكمة إلا معرفة الإمام أحاديثهم هكذا تقول ثقافتهم هكذا تقول أساس العلاقة في ديننا مع إمامنا وحتى مع أعداء إمامنا أساس العلاقة الولاية فالذين فالذين يرفضون ولاية إمامنا نرفضهم والذين يقبلون ولاية إمامنا نقبلهم ونواليهم الذين ولايتهم في أعلى الدرجات كذلك ولايتنا لهم في أعلى الدرجات من المؤمنين الذين ولايتهم بدرجة متدنية ولايتنا معهم ستكون بدرجة متدنية هذا هو الميزان وهذه هي الحكمة في الروابط والعلائق القريب من قربته المودة كما يقول إمامنا الحسن السبت صلوات الله عليه القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه والبعيد من بعدته المودة وإن قرب نسبه هذا الكتاب الذي بين يدي من أصولنا القديمة من الأصول التي ألفت زمان الأئمة إنه كتاب كتاب المؤمن لأحد أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم للحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي هذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة في صفحة الثانية والثلاثين إنه الحديث الثاني والستون عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال قال الله عز وجل إمامنا الباقر يحدثنا عن الله قال قال الله عز وجل من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربة إنه قد هيأ نفسه في ليله ونهاره لمحاربة لمحاربة الله الله هو الذي يقول مثل ما يحدثنا باقر العلوم صلوات الله عليه قال الله عز وجل من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربة وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه ما هو الذي افترضه علينا افترض علينا أن نعرف إمام زماننا وأن نقوم بخدمته وأن نطيعه هذا هو الذي افترضه علينا قطعا بحسب الثقافة المستدبرة الطوسية يتبادر إلى الأذهان افترض علينا الصلاة والصيام لأن سقيفة بني ساعدة هكذا تفكر وهكذا نشأ الدين الأعرابي في سقيفة بني ساعدة مراجع الحوزة الطوسية مباشرة يذهبون إلى الاتجاه الذي تذهب إليه سقيفة بني ساعدة ما هما سقيفتان ملعونتان سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي لا يتبادر إلى أذهان مراجع النجف وكربلاء من أن الافتراض الأعظم بل هو الافتراض الأوحد معرفة الإمام وخدمته وما تقرب إلي عبد بمثل ما افتردت عليه وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه النافلة ما زاد على الواجب ما كان إحسانا بالضبط مثل ما جاء في سورة الشورى حينما نذهب إلى سورة الشورى وإلى الآية الثالثة والعشرين بعد البسملة ماذا نقرأ فيها أتمنى عليكم أن تدقق النظر معي ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ماهي هذه البشرة ماهي هذه البشارة ذلك 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 يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة من يزدد إحسانا في هذا الاتجاه ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور غفور وليس غافرا شكور وليس شاكرا هنا في هذه الأجواء بحسب اللغة لا بحسب الله لا توجد صيغة مبالغة بالنسبة لله ولا حتى بالنسبة لمحمد وآل محمد صيغة المبالغة بالنسبة لي ولكم نبالغ في وصف أنفسنا في وصف الآخرين لكن لا مجال للمبالغة في وصف الله هو نحن لا نعرف الله ولا نعرف أوصافه حتى نبالغ في وصفه نحن لا نعرف محمدا وآل محمد لا نعرف أوصافهم حتى نبالغ في وصفهم ما هكذا نقرأ في مناجاة العارفين أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان إلهي 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 قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك عجزنا عن معرفته معرفتنا به أمر الله عجيب عجيب حين نعجز عن معرفته يجعلنا ويعدنا عارفين به أيه سخاء هذا أيه رحمة هذه وأيه جمال هذا في الوقت الذي نحن نجهله نجهل معرفته يعد جهلنا بمعرفته معرفة ويشكرنا على ذلك أيه عظمة هذه إلهي قصرة الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك السبحات هي الهالة الهالات وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك ولم تجعل ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك ولم تجعله حياك حياكم الله قبل فاصلي الأذان والصلاة كنت أقرأ عليكم من مناجات العارفين المروية عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه قرأت قرأت شيئا من بدايتها إلهي قصرة الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك هذا هو القانون ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك هذا المضمون هو هو نقرأه في زيارة الجامعة الكبيرة ولكن بحسبهم لأنهم وجهه الأكرم هكذا نقرأ في زيارة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم في زيارة الجامعة الكبيرة نخاطبهم موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم المضمون المضمون هو هو ما تقدم في مناجات العارفين بحسبه سبحانه وتعالى وما أقرأه الآن من الزيارة الجامعة الكبيرة بحسبهم صلوات الله عليه موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم وفي موطن آخر من الزيارة نفسها نخاطبهم صلوات الله عليهم بأبي أنتم وأمي ونفسي كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم الكلام هو هو الذي قادني إلى هنا ما ذكرته لكم قبل قليل من أن ما جاء في الآية الثالثة والعشرين بعد البسملة من سورة الشورى إن الله غفور شكور غفور وشكور صيغة مبالغة بحسب اللغة لا بحسب الله لا توجد صيغة مبالغة لله سبحانه وتعالى نحن لا نعرفه ولا نعرف وصفه وما نعرفه من وصفه فإننا تعلمناه من محمد وآل محمد بنا عرف الله ولولانا ما عرف الله وبنا عبد الله ولولانا ما عبد الله وبعبادتنا عبد الله معرفتنا بالله نأخذها منهم هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم سادتي غفور شكور صيغ مبالغة بحسب اللغة بحسب أساليب التعبير العربي بحسب قواعد البيان والبلاغة يقال لهذه الصيغ من أنها صيغة مبالغة اصطلاحا لا علاقة لهذا بحقائق المعاني وأنا أتحدث عن الله وأنا أتحدث عن آل الله عن محمد وآل محمد صلوات الله عليه ومن يقترف حسنة إنه يزداد تسليما هكذا قالوا لنا لست أنا الذي أقول هم قالوا لنا في تأويلهم لقرآنهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب المودة توأم المعرفة لن تكون مودة هناك من دون معرفة هناك قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب ومن يقترف حسنة إنه الذي يزداد حسنا وإحسانا في ولايتهم ومعرفتهم ومن يقترف حسنة نزد نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور غفور لعيوبنا وأخطائنا ونقصنا وإجرامنا وشكور لحسننا الذي هو في الحقيقة ما هو حسننا هو حسنهم حسن محمد وآل محمد فاضوا به علينا ولايتهم فيض ولطف منهم علينا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسن هذه هي النافلة لا يقولون لكم من أن النافلة نوهفل الصلاة صحيح هذا أمر حسن لكن الحكاية هنا تختلف اختلافا كبيرا وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه ما قيمة النافلة التي هي نافلة الصلاة النواصب يصلون النوافلة وأكثر من النوافل ولكن صلاتهم باطلة يتساوى الأمر إذا كان صلى أو سرق أو زنى هكذا ثقفنا أئمتنا الباقر والصادق وسائر أئمتنا صلوات الله عليه وإنه لا يتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به أهذا جزاء من الله لأجل نوافل الصلاة التي إذا ما أداها الناصبي من دون ولاية علي يتساوى شأنها والزنة بهذا بهذا يكون الله سبحانه وتعالى رجلي التي أمشي بها الحديث هكذا يقول لست أنا الله هو الذي يقول وإنه وإنه لا يتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته هذه المضامين تترتب على معرفة إمام زماننا ذروة الأمر أي حديث هذا ذروة الأمر يحدثنا به زرارة عن الباقر والمصدر الجزء الأول من الكاف الشريف وورد الحديث أيضا في الجزء الثاني من الكاف الشريف ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته نعرفه ونخدمه مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو أدركت لو أدركته لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي هذه الخدمة تحتاج إلى معرفة يا كميل أمير المؤمنين يقول لكميل يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة وما تقرب إلي عبد بمثل ما افتردت عليه إنها ولاية علي ولاية علي بن أبي طالب حصني الله يقول في حديث سلسلة الذهب ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي هذا هو الذي افترضه علينا وما تقرب إلي عبد بمثل ما افتردت عليه وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حينما يزداد خدمة وتسليما وسالمية حينما يزداد حبا وعشقا وولها حينما يزداد صبابة في حب محمد وآل محمد في حب إمام زمانه وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته إلى آخر الحديث الشريف هذه هي الرابطة الحقيقية فيما بيننا وبين الله إنها ولاية علي وعلى أساس هذه الرابطة تتشكل الأسرة المؤمنة الأسرة الإيمانية إنها الأسرة التي زحف بها سيد الشهداء ألا وإني زاحف بهذه الأسرة كلمة الحسين هذه الأسرة الحسينية تتشكل على أساس هذه الرابطة على أساس هذا الرحم هذه العلاقة فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها هذه موازين المنطق النوري ما يناقضها موازين المنطق الترابي قطعا إذا استعمل في المساحة التي لا يستعمل فيها أما إذا استعملنا المنطقة الترابية في مساحته فذلك استعمال صحيح لكنني أتحدث هنا عن استعمال المنطق الترابي في مساحة المنطق النوري مثل ما يفعل مراجع حوزة النجف وكربلا بنوا دينهم على أساس مقلوب لأنهم أخذوا الدين بحسب موازين التقييم وموازين الفهم أخذوه من سقيفة بن ساعد هذه هي الحقيقة المقشرة من الآخر تحضرني أبيات عمر بن سعد هي أوضح مصداق للمنطق الترابي وهو يستعمل في مساحة المنطق النوري حينما طلب منه عبيد الله بن زياد أن يخرج لقتال الحسين وقال له من أنك لن تكون حاكما على الري وجرجان إلا بعد أن تقاتل الحسين حكاية عمر بن سعد فوالله ما أدري وإني لصادق هو الذي يقول في أبياته النونية المعروفة فوالله ما أدري وإني لصادق أفكر في أمري على خطرين على أمرين خطرين فوالله ما أدري وإني لصادق أفكر في أمري على خطرين أأترك ملك الري والري منيتي أمصبح مأثوما بقتل حسين حسين بن عمي والحوادث جمة ولكن لي في الري قرة عين يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني فإن صدقوا بما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وملك عقيم دائم الحجلين وإن إله العرش يغفر زلتي ولو كنت فيها أظلم الثقلين ولكن ما الدنيا بخير معجل وما عاقل باع الوجود بديني يتجلى المنطق الترابي بشكل واضح في البيت الأخير ولكن ما الدنيا بخير معجل وما عاقل باع الوجود بديني هذه الأبيات تمثل لنا صورة صارخة من تطبيق المنطق الترابي في مساحة المنطق النوري إنه منتبه ملتفت فوالله ما أدري وإني لصادق هو صادق مع نفسه فيما يقول هو في حيرة شيطانية واضحة فوالله ما أدري وإني لصادق أفكر في أمري على خطريني أترك ملك الري والري منيتي كان يحلم بذلك وقد وعده الأمويون أن يجعله أميرا على بلاد الري وجرجان وسط إيران بلاد الري وجرجان وسط إيران إنها في زماننا طهران وقرغان طهران وقرغان هي هذه بلاد الري وجرجان أأترك ملك الري والري منيتي أمصبح مأثوما بقتل حسين حسين بن عمي بن عمه لأنه قرشي فالهاشميون قرشيون وعمر ابن سعد من بني زهرة وبن زهرة من قريش أيضا حسين بن عمي والحوادث جمة حوادث الدنيا حوادث السياسة حوادث الخلافة الحوادث جمة مضطربة حسين بن عمي والحوادث جمة ولكن لي في الري قرة عيني يقولون إن الله خالق جنة هذه مشكلته مشكلته في عقيدته لذا دائما في برامجي أؤكد على هذه القضية من أن سر النجاة في العقيدة السليمة جواز الخلاص في العقيدة السليمة في الدنيا وفي الآخرة لأن العقيدة السليمة في الدنيا تملي على الإنسان أن يتصرف تصرفا سليما ولأن العقيدة السليمة عند الموت تجنبه الآفات وفي الآخرة في القيامة ستأخذه إلى الجنان العقيدة السليمة المراد من العقيدة السليمة أمران الأمر الأول المعرفة السليمة المعرفة الصحيحة والأمر الثاني الإذعان القلبي والعقلي لها إنه التسليم للعقيدة هذه هي العقيدة السليمة معرفة صحيحة من المصادر الصحيحة وإذعان وتسليم من العقل والقلب من وفق لهذا فإن عقيدته السليمة ستملي عليه رغما عن أن يتصرف التصرف السليمة الذي يريده منه إمام زماننا وهذا سيقوده إلى النجاة عند الموت وإلى النجاة في الآخرة فمشكلة عمر ابن سعد ليست في ولايته على الري وجرجان مشكلته في عقيدته يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغلي يديني فإن صدقوا بما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين هذا هو المنطق الترابي أتوب إلى الرحمن من سنتين وكأن التوبة لعبة يلعب بها وعبث يعبث به هذا هو المنطق الترابي الذي يطبق في غير مساحته في المساحة النورية هنا عمر بن سعد بحاجة إلى المنطق النوري كي يطبقه في المساحة الخاصة بالمنطق النوري فإن صدقوا بما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين وإن كذبوا لا عقيدة عنده وإن كذبوا فزنا بدنيا وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وملك عقيم دائم الحجلين هو محجل بالزينة والذهب وإنما تحجل المرأة بزينتها يقال له الحجل ويقال له الحجل ما تتزين به المرأة من زينة الذهب والجواهر في رجليها في أقدامها والملوك في الأزمنة القديمة كانوا يتحجلون بالذهب أيضا إلى هذا يشير عمر بن سعد وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وملك عقيم دائم الحجلين وإن إله العرش يغفر زلتي لماذا ولو كنت فيها أظلم الثقلين هو عارف ماذا يفعل عارف بجريمته لكن المنطقة الترابية أعمى بصيرته ولكن ما الدنيا بخير معجل وما عاقل باع الوجود بديني ألا لعنة الله عليه ألا لعنة الله على المنطق الترابي حين يطبق في مساحة المنطق النوري وهذا هو الذي ضلل الشيعة وأخرجهم من فناء إمام زمانهم إلى معرفة ضالة سطرها لهم أولئك الأغبياء في حوزة الطوسي نذهب إلى فاصل